إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصطرضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وتبارك الذي أمر النبي محمدا صلى الله عليه وآله بأن يرتل القرآن ترتيلا فالحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله أبدا أبدا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانه هو المحمود على كل حال والمشكور بكل لسان علم ما كان وما يكون مطلع على عبده أينما يكون محصي للحركات وللسكون إذا أراد أمرا قال له كن فيكون له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة يرضى بها عنا وترضيه وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم عباد الله هو المشغول بلا إله إلا الله لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لا عز إلا في طاعته ولا غناء إلا في الافتقار لرحمته ولا سعادة إلا في القرب منه ولا فلاح ولا نجاح ولا صلاح ولا إصلاح ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا في الإخلاص له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودًا ويدًا صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على على النبي وآله بعثه ربه للإيمان مناديًا وللجنان داعيًا ولمرضاته ساعيًا وللمعروف آمِرًا وعن المنكر ناهيًا صلوات الله وتسليماته عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنَت جميع صلوات الله صلوات الله وتسليماته التامات عليك سيدي يا رسول الله عباد الله أُوصيكم ونفسي بتقوى الله في السرِّ والعلانية فهي التجارة الرابحة والعصم الواقية والسراج المنير والطريق المستقيم فازى بها الأنبياء واتبعها الأصفياء ونجى من لضى نار جهنم بها أهل الإيمان لما ولا وقد قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فعن أُسيكم ونفسي بتقوى الله في السرِّ والعلانية لما وقد قال الله ففي علا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَغَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا ولكن عزاب الله شديد يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْوا يَوْمًا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِي شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اللهم منحنا هُداك وارزُقنا ربنا تقواك واجعلنا يا ربنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا يا ربنا في الجنة بلُقياك ومتِّعنا في الجنة برُؤياك اللهم لا تُخرِق صاحب حاجةٍ من المسجد إلا يسَّرت أمره وشرحت صدره اللهم من بيننا أصحاب كُروبات وعورات وأمراض نسألك يا قاضي الحاجات ويا رب الأرض والسماوات ألا تفُضَّ هذا المجلس إلا وقد قضيت حوائجنا فأنت حسبنا ونعم الوكيل أحبتي مع رسول الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الهاشمي مع الفلاح والنجاح مع السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة والله لا فلاح كما نُكرِّر في كل جمعة لا فلاح ولا نجاح ولا صلاح ولا إصلاح ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة بل ورب الكعب لا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا في اتباع النبي محمد فاللهم ارزُقنا محبَّته وارزُقنا شفاعته وارزُقنا حُسن السير على نهجه وطريقته يا رب العالمين أحبتي وإخواني من أعلى وأشرف الأعمال قضاء حوائج الناس اللهم اجعلنا من الذين يفزع الناس إليهم عند حوائجهم يا رب العالمين هذا هو عنوان الجمعة قضاء حوائج الناس ما أحوجنا إلى هذا الأمر ما أحوجنا إلى التحاب والتواد ما أحوجنا إلى عدم الاستغلال يستغل بعضنا بعضا وليس الأمر أيها الأحبة في الله أو الطامة ليس هو صنف ضد صنف وأسأل الله العفو والعافية بل إن هناك من شرع أيها الأحبة طريقة إن لم تستغل فلن تجمع وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذا قد رفع شعار أنا أستطيع أن أخرج الجنيه أو الجنيه من عين الجن وأسأل الله العفو والعافية تعالى وانظر إلى المجتمع الذي أراده النبي محمد مجتمع متحاب الواحد منهم كما قال شيخ الإسلام لا تحقق حق الأخوة لن تستطيع أن تحقق حق الأخوة التي أرادها الله حتى تقول لأخيك اسمع حتى تقول لأخيك يا أنا حتى تقول لأخيك يا أنا أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع البغضاء والشحناء وكل ما يُبعدنا عن الله وعن رسوله قضاء حوائج الناس من أعلى الأعمال وأشرفها تجد الواحد منا أيها الأحبة يأخذ درجة امتياز مع مرتبة الشرف في محافظته على صلاة الفجر أو على الصلوات الخمس أو على صلة الرحم أو على حبيب وأخي في الله أما حبيب وأخي في الله بالنسبة لمعاملته مع الناس ربما لا يتجاوز اثنين بالمئة عاش لنفسه ومن عاش لنفسه عمات لنفسه وكذلك حرم من الخير الذي جاء به النبي محمد لأن النبي محمد قال لئن تخالط الناس وتتحمل أزاهم خيرٌ لك من أن تتا غيرٌ لك من أن تعتزل الناس قضاء حوائج الناس أيها الأحبة في الله هو خلقٌ من أخلاق رسول الله بل والله يا شباب سِدنا النبي محمد تلاتة وستين سنة ما جاءت لفظ لا كلمة لا ما جاءت على فيه رسول الله أي ما سُئل النبي محمد إلا وأعطى ما طُلِب النبي إلا وأجاب ما فزع الناس إلى رسول الله ولو كان غير مسلم لو فزع إلى رسول الله لقضى النبي له حاجته مع كفره لأنه جاء النبي رحمة ليس للمسلمين ولا للعرب ولا للعجم ولا للحيوان ولا للطير بل صلى الله عليه وسلم هو رحمةٌ حبيب وأخي في الله للعالمين وقالوا في علوم القرآن في لفظ العالمين كل من خلقه الله أصابه شيء من رحمة رسول الله لأن لفظ العالم تُطلق على ما سوى الله هل صليتم على رسول الله لفظة عالم تُطلق وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين تعال نتجول في كتاب ربنا لننظر حبيبي وأخي في الله إلى هذا الشرف شرف قضاء حوائج الناس أن يفزع الناس إليك أن يراك الناس فيطمئنون إليك يأنسون بك يأتلفون بك ويألفون إليك وتألف إليهم لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من خير الناس أصحاب العقارات أصحاب الأموال أصحاب الجاه أصحاب المناصب لا سدن النبي يقول عن أفضل الناس قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله من يألف يألف ويؤلف يألف لف كلمات ومفردات من أفصح العرب صلى الله عليه وسلم من يألف يألف الناس يحب الناس يحب الخير إلى الناس دائماً تجده يسرع وفي إغاصة أخيه أحباب إخواني في الله تعالى وانظر إلى القرآن وهو يتكلم عن هذا الشرف قضاء حوائج الناس من عاش لنفسه ما عاش اسمع جيد حتى لا تلعب بك الدنيا كما لعبت بمن أحبابي قبلك أسأل الله العفو العفية الدنيا حبيبي وأخي في الله مزرعة والكل يعلم أنها مزرعة ولكن للأسف أكثر الناس ما زرع يا جماعة وقد قالوا في المنطق أنه من لم يزرع لا يحصد أرأيت فلاحاً حبيبي وأخي في الله في كل صباح يخرج إلى حقله ثم يدور حوله ويسير في نصه ثم يعود إلى بيته بدون أن يحبابي يروي أرضه وأن يزرع بزوره ثم ينتظر في آخر العام حصاد هذا رجل ليس له عقل حبيبي وأخي في الله أما نحن فقد أمرنا ألم يقل ربنا وفي ذلك فليتنافس وذلك في مجال الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ألم يقل ربنا وسارعوا وسابقوا ففروا هذه مزرعتك اسمع إلى القرآن الكريم وهو يتكلم عن أجر قضاء حوائج الناس الإسلام ليس هو صلاة الإسلام ليس هو زكاء ولا حج ولا حبيبي وأخي في الله ولا هو أن تكتفي بلا إله إلا الله وانتهى الأمر لا الإسلام كل إن الذي فرض الجهاد هو الذي حبَّب إلينا السواك وكل الأمرين كل جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وزروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله هذا حديث والحديث الآخر قال فيه النبي محمد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فمنهج كامل متكامل لا يحق لك أن تأخذ من الدين ما تحب وتترك ما تحب إن الدين كامل حبيبي وأخي في الله ومن أشرف الأعمال قضاء حوائج الناس أن يفزع الناس إليك حبيبي وأخي في الله اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم كل عبادة ولكن انظر وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اسمع الآية الأخرى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فين العبادة ما هي العبادة هذه عقيدة هذا دين لا خير ما فيش خير في كل أعمالنا ده رب الذي يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس اختم الآية يرتاح قلبك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه ناء العظم دي الشباب في اللغة العربية يقولون ناء الفاعلين أو ناء المتعظم أو ناء العظيم تقول فعنا ناء الأحباب ناء العظم فسوف نؤتيه من الذي يؤتيه وإذا كان الكريم هو الذي يعطي كم العطاء لا هذا قال عن نفسه إن الله يرزق من يشاء قال مولانا إنما يوفى الصابرون أج رهم بغير حساب اسمع إلى الآية قال كذلك ربنا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها هل صلينا على رسول الله قال ربنا عن أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هكذا قال ربنا عن قضاء حوائج الناس ولو نظرنا إلى سنة رسول الله وإلى أصحاب رسول الله بل إلى الأنبياء من قبل من قبل رسول الله لوجدناهم قد غزوا غزوا وفتحوا قلوب الناس بأمر واحد ما هي قريش ما أمنت برسول الله ما أمنت بالقرآن ولكن كانت تعلم علم اليقين أن النبي محمد هو أهل لأن يكون رسول الله ومع ذلك كفروا بالقرآن إن أنبياء الله ورسله قد غزوا القلوب وفتحوا القلوب وأسمعوا الآذان وبلغوا دعوة الله بقضاء حوائج حوائج الناس يا أحبابي أخواني في الله لأجل ذلك اسمع إلى النبي وهو قد وضع تلك القاعدة وانظر إلى دنيا الناس وسوف تسمع من أخبار الناس ما يزلزل القلب يا ناس ورب الكعبة في بعض الأحوال يا أحبابي حينما تروى بعض الأحوال وتروى بعض القصص أو يحكي لك إنسان عن إنسان تتخيل حبيبي وأخي في الله أن هذا ليس من البشر نعم يا جماعة يا جماعة في لفظة غريبة جداً نقولها بعضنا لبعض يقول لك فلندا وحش إيه هو الوحش ليس في قموس اللغة العربية يطلق على على شخص اسمه وحش أو على حيوان لا ولكن قالوا أن الإنسان لما يطغى كانت العرب تقول عنه لا هو قد فاق درجة الحيوان والعياذ بالله في جبروته على خلق الله أسأل الله العفو والعافية اسمع إلى رسول الله فيما رواه الشيخان اسمع وعش واسبح معي مع رسول الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمة اسمع المسلم أخو المسلم أخوك فلا تتجبر عليه ولا تظلمه اسمع المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه عارف يعني يسلم يعني يعني لا يخزله أبداً يعني قصدك في حاجة إياك أن تعطيه ظهرك ما دمت مستطيع حبيبي وأخي في الله إياك أن يلجأ إليك لاجئ أو يذهب إليك سائل ثم تعطيه ظهرك بحجتي مش عارفين الأيام اللي جاية هيحصل فيها إيه لا خلي بالك إحنا عارفين ده هم قرشين إحنا بنقلب بهم السوء يا أخو هم قرشين ولكن خزائن ربي لا تنفد أبداً لا تعتمد على الرزق ولكن اعتمد على على الرزاق المرأة العربية المسلمة في عهد التابعين لما مات زوجها احتسبت وصبرت وما تكلمت وما تأففت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون قرآن ثم قالت دعوة النبي محمد اللهم أخلفني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها فإذا بمرأة بجوارة تقول لي أم فلان أما كان عزيزاً عليك أما رأيت منه خير قالت لها ولما أختها قالت ما رأيتك لا ولولت ولا صوتت ولا صرخت ولا ندبت ولا شققت جيباً قالت ولماذاك قالت لها لأنه مات زوجك من يأتي إليك بالطعام من يأتي إليك بكسوة من يدفع أجرة البيت من 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 فإذا بالصابر التي تربت على قول الله وعلى قول رسول الله قالت والله ما رأيت زوجي إلا أكال أكال يأتي إلينا بالطعام ويأكل مثل ما نأكل وما رأيت ربي إلا رزاق فمات الأكال وبقي بقي الرزاق يا رجل دعك من تلك الأمور وأسأل الله العفو وعافية أحبابي وكل منا في استطاعته أن يبزل المعروف المعروف ليس مال يا أخي ليس مال أحبابي أخواني في الله وأسأل الله العفو والعافية لأجل ذلك النبي قال لا يخزله لما تسمع في دنيا الناس أن رجل قد عجز عن أجرة مسكنه شهراً أو شهرين أو سلاسة فيقوم صاحب العقبار بطرده أي دين أما سمع المسكين أن النبي محمد قد قال من أعذر من أنظر أمهل من أنظر معسراً أو وضع عنه اسمع أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله يا أنهار بيض أن تطيل معه المدة مدام معسراً مدام أنه لا يستطيع أن يدفع ورجل صادق لا أتكلم أنا عن أهل المطل معه ولا يدفع هذا قد زاد في ظلمه لأن سبن النبي يقول مطل الغني ظلم يجو أحد لك عمي هو رح ينقص منهم حاجة هم حيصعروه يا أخي انت مالك حيصعروه ولم يصعروش ادفع ما عليك هذا هو الظلم ولكن لما يتبين لي أنه لا يستطيع يعيش على مبدأ رسول الله وعلى منهج النبي من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله كام تدفع عشان تعيش مع هؤلاء مع هؤلاء الذين قال عنهم النبي سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله نعم أما سمعت عن الرجل الذي قال عنه النبي محمد والحديث في الصحيح رجل كان يضارب الناس يعني يعمل بين الناس ويستأجر منه الناس ويأخذون منه فكان النبي يقول لعماله لا تشدوا عليه إذا طلبتم اطلبوا المال برفق وإن لم تجدوا عنه فأيزروه فأنظروه وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة عاش الرجل على هذا المبدأ ومات فيخبر النبي محمد أن الله أوقفه بين يديه فأوقع الله الحق عليه رجل دهالك خالك ما عندهش حاجة ولكن برحمته جل جلاله الذي لا تضيع عنده الودائع يقول له انظروه يا عبادي قد غفرت له فتقول الملائكة لما يا رب قال لأنه كان ينظر عبادي في الدنيا فأنا أولى بالكرم منه إيش على هذا يا أخي اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه اسمع يا أخي والله العظيم ما عرف فصره ولا الأفضل من نحت عشان كده تسعة وتسعين بالمئة من العلماء يذكرونها هكذا لهيبتها ولعظمتها اسمع ومن كان في حاجة أخيه كان الله الله وحده معك اسمع يا أخي كان الله في حاجته إيه حاجتك أنت يعني بتاعتي الدنيا يعني إيه الحاجة بتاعتي الدنيا حبيبي وأخي في الله ثم يكمل النبي فيقول ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة قضاء حوائج الناس انظر إلى رسول الله حالد هذا حديث نظري انظر إلى فعل النبي محمد كما قلنا في المقدمة تلاتة وستين سنة ما قال كلمة لا ما سأله سائل إلا وبزل صلى الله عليه وسلم وأعطى وإن لم يستطع هو ساعد في حل المشكلة ساعد في حل المشكلة حينما جاء إليه جماعة من الناس يسألون النبي ولم يكن في بيت النبي شيء فإذا برسول الله يقولوا ميه والله أنا آسف يا صحابي والله سمحوني ممكن وتعتزر ولا حرج عليك ولكن انظر إلى النبي الذي كان هو أشد من الريح المرسلة في الجود والكرم قال لهم النبي اذهبوا إلى عثمان بن عفان روح العثمان اذهبوا إلى عثمان فزهبوا إلى عثمان وهم عند بيت سيدنا عثمان رضوان الله عليه لما وصلوا سمعوا عثمان سمعوا عثمان يقول لزوجته قلل الزيت ولا تسرفي فيه فقال واحد رجل يقول لزوجته قلل هذا ما فوع يدفع عنا هيدفع حاجة ذا فظنوا أن عثمان بخيل إذا كان البخل عند عثمان فمن الكريم أيها الأحبة فطرقوا باب عثمان لما طرقوا لأن واحد من هؤلاء قال ورد على أخي قال النبي يقول عثمان يعطي وأنت تقول عثمان يبخل والله إني لأصدق أمر رسول الله فطرقوا الباب ففتح لهم عثمان فقالوا له نسألك فبكى فبكى عثمان على الباب قال ثم أخذهم وفتح لهم حديقته ثم نظروا إلى الإبل ثم قال دخلوا خذوا ما شئتم واتركوا ما شئتم فإن الأمر في أوله وآخره لمن بكى الناس فقالوا في ترجمة تلك الكلمة عثمان مع نفسه يعطي بحساب مع نفسه يعطي بحساب أما مع الله فإنه يعطي بدون خذوا ما شئتم هكذا أحباب إخواني في الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم جلال الله لو لا تحقيق الرواية لقلت أنه من الخيال يقول أنس والحديث رواه الإمام الترمزي والإمام أحمد في مسنده يقول أنس دخل رجل على رسول الله وقد قامت الصلاة في صلاة أقيمت الصلاة وهذه رسالة لنفسي ولغيري متوجه النبي إلى القبلة فيأتي هذا السائل فيقول يا رسول الله يا رسول الله الصلاة أقيمت فإذا بالرجل يقف بين يدي رسول الله فيحيل بينه وبين القبلة يوقف بكانوا على نصال الله فيقول أنس فبدأ الرجل يحكي للنبي محمد ظروفه وظروف أولاده وعند مشاكل عند ديون وعند يديون اسمع يقول أنس والله للإطالة لقد رأيت بعضا من الصحابة نام وهو واقف والنبي يتحدث ليس من ألف ليلة وليلة تعرف على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته أم المؤمنين عائشة بأن امرأة دخلت ومعها جاريتان أو جاريتين دخلت المرأة تحمل واحدة والأخرى في يدها فماذا بذلت أم عائشة ولم يكن النبي في البيت اسمع نعم جاءت بحثت أم عائشة عن شيء تجود به أو تقضي حاجتها لتلك المرأة فلم تجد في بيتها إلا ثلاث ثمرات اللهم لك الحمد على النعم التي في بيوتنا يا رب بيت النبي محمد ثلاث ثمرات تعمل يوم المؤمن عائشة تدي واحدة ونص وتخلي واحدة ونص فجاءت بالثلاثة ودفعتها إلى المرأة فإذا بالمرأة تعطي بنتها واحدة والثانية واحدة ثم أمسكت الأم اللهم أرضى عن أمهاتنا رب العالمين رسالة لمن عقها رسالة لمن لم يعرف قدرها فأمسكت الثالثة في يدها فأكلت كل واحدة من البنتين ثم تلززت واستطعمت فنظرت كل واحدة إلى الإيه إلى التي في يد أمها فقامت من الأم أمك دي مع جانت سعادة أمك دي الخير في الأرض كله في أمي فإن فقدتها فقدت الخير وإن أزيتها منعت من الخير أي والله فماذا تفعل الأم قامت الأم بقسم التمر نصفين أعطت الواحدة التي فوق رأسها وأعطت التي في يدها ثم بكت أمي عائشة لرحمة تلك المرأة ولقضاء حاجة المرأة كأن أم المعمونة عائشة قالت أن تنديتها كل حاجة فالأم كمان أنفقت كل حاجة فلما عاد النبي محمد حكت أمي عائشة وهي تبكي لرسول الله تقول أنظر ماذا فعلت فإذا برسول الله يقول لها يا أم المؤمنين أما يرضيك أي أما أعلمك أن الله قد غفر لهذه المرأة وأدخلها الجنة بسبب فعل قضاء حاجتها لابنتيها أحبتي وإخواني هكذا كان النبي محمد أما أبو بكر الصديق قيل لما أسلم كان عنده أربعين ألف دينار من الذهب أربعين ألف يا جماعة عارف مقدار الزكاة من الذهب كام؟ عارف كام؟ اللي حيكون عنده عشرين دينار دينار عشرين دينار من الذهب وجبت فيها الزكاة عشرين بس سيدنا أبو بكر يوم أن أسلم كان عنده يعني ملياردير اسمع اربعين ألف من الذهب كلها أنفقها على رسول الله وفي دعوة رسول الله لأجل ذلك قال عنه النبي محمد أبو بكر كل من كان له يدا علينا كل واحد عمل جميل كل واحد قضاء حاجة كل من كان له يدا علينا كافأناه بها ردنا للجميل عشرة ما خلا ما عدا واحد بس ما عدا أبا بكر تركنا الذي يكافئه هو الله أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان يتعهد امرأة وهو خليفة يحلب لها الشاه ويكنس لها البيت ويأتي إليها بالماء انزل لعمر عشان لحتى لا يجري الوقت اسمع عمر بن عمر عمر كان معروفا بأنه كان إذا جن الليل في السلس الأخير يحمل فوق كتفيه أحباب إخواني في الله خشبة يوضع فيها دلوين ليأتي الماء للفقراء والمساكين بالليل وهو أمير لأمة النبي محمد يوما من الأيام دخل على امرأة عجوز عمياء قاعدة فرآه طلحة هو دخل الزي الساعة دي في قبل الفجر فذهب عثمان وسيدنا طلحة في الصباح فلما دخل فوجدها امرأة قد شاب شعرها وانحنى ضغرها وضعف بصرها حتى لا تميز من أمامها لكسرة كبر سنها وقع حاجبها على خدها فقال لها سيدنا طلحة أمه أوليس لك أحد قالت يا بني والله لا أحد على الإطلاق بعد ربي إلا رجل يأتي فيأتيني بما يصلحني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤزيني كان يحمل أكرمكم الله فضلتها وبرازها رضوان الله عليه أحبابي أخواني في الله أما علي فقد جاء إليه سائل وهو أمير للمؤمنين فقال يا أمير المؤمنين حاجة فبكى علي وقال تعالى اسمع ثم وقف الفقير بعزة قال يا أمير المؤمنين رفعتها إلى الله أولا ثم إليك فإن قضيتها فالحمد لله وشكرتك وإن لم تقضيها حمدت الله اسمع وعزرتك ممكن يكون معندكش عزرتك فبكى سيدنا علي وازداد في البكاء ثم قال تعالى اقترب مني اكتب حاجتك على الأرض ايه الشغل هذا هو بيستهزئ بي ولا ايه لا يا أخي تجارة كبيرة جدا اسمع قال اكتب حاجتك على الأرض فكتب الرجل اريد حلة واريد مال فلاحظه الناس فقال علي ائتوا إليه بحلة على نفقتي وعطوه مئة دينار أصبح الرجل من الأغنياء دلوقتي مئة قلنا عشرين دينار بس توجب فيها الزكاة وعطوه مئة دينار فقالوا لما كتبت الحاجة على الأرض يا أمير المؤمنين اسمعوا إلى الفلسفة الدينية اسمعوا إلى الشرع قال لهم علي وهو يبكي والله ما أردت أن أرى في عينيه ولا في وجهه انكصار الحاجة والمزلة فأردت أن يكون عزيزا وهو يأخذ الشيء رجال رباهم النبي محمد حبيب وأخي في الله طوبى لمن استخدمه الله وويل حبيب وأخي في الله لمن جعله الله عبرة للناس والتائم من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله عباد الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم قضاء حوائج الناس اختصهم الله رب العالمين واختص خلق الله تبارك وتعالى من الناس ناس يفزع الناس إليهم كن ونافس أن تكون واحدا منهم لأنهم هم خلفاء الله في أرضه هم وكلاء الله في أرضه هم أبواب الخير في أرض الله حبيبي وأخي في الله اسم حبيب وقلنا أن هذا الخلق من أخلاق النبوة قضاء حوائج الناس أذكر أيها الأحبة على جناح السرعة من أنبياء الله ضربوا المثل الأعلى في قضاء حوائجهم للناس بدون مقابل ها هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم تآمر عليه الأخوة أخوات أخوته تآمروا عليه اربعين سنة في بعض الروايات حرم من نور النبوة أي أن يرى النبوة في أبيه أي أن يجالس وأن يعيش مع أبيه اربعين سنة وهم الذين تآمروا عليه فألقوه في البئر وبسببهم دخل السجن وبسببهم عاشى عبدا أحباب يباع ويشترى ولكن سبحان أحباب أخواني في الله من بيده الأمر من الذي يرفع ويخفض الله من الذي يعز ويزل أرادوا له الرق فأصبحوا يوما من الأيام بين يديه أزل يا أحبابي في جملة الرقيق أيها العزيز تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وما كانوا يعلمون أنهم يتحدثون مع أخيهم في آخر المشهد هؤلاء الإخوة لما جاءوا إلى يوسف عليه السلام حبيبي وأخي في الله كيف عاملهم يوسف كيف عاملهم من غدروا به إنما أحباب أخواني عاملهم بكل عفو وبكل قضاء أولا قضى لهم جميع ما يريدون من حاجات من طعام وشراف وقضى لهم حاجتهم ثم بعد ذلك قضى لهم ما بينه وبين ربه فقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم انظر إلى موسى خرج من مصر هنا طريد فريد وحيد اسمع لا مأوى ليش مأوى لما وصل إلى أهل مدين لا مأوى ولا وظيفة ولا ولا زوجة مرة ثانية لا زوجة ولا مأوى ولا وظيفة ولا مأوى ووصل إليها أي إلى أهل مدين ووصل إلى البئر القصة المشهورة ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فقضى لهم فسقى لهما أدى لهم المعروف بشهامة ما قال لهم أعرفكم على نفسي أنا موسى الكريم وأنا نبي والحكاية والرواية وقلسنا فيها أو تحدسنا فيها اسمع إنما قضى لهم لله رب العالمين قضى لهم حاجته حاجتهم فكيف باذ له الله رب العالمين قضى الله له جميع ما يريد موسى فلما قضى حاجة المرأتين اسمع جاءت الوظيفة وجاءت الزوجة وجاءت المؤونة بعد أن قضى توجه إلى ربه فقال قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فماذا جاء بعدها فجاءته إحداهما تمشي عليه قالت إن أبي يريده تعال خذ فلوس فقير فقضاء حوائج الناس بعد الفقر لا بد أن يأتي الغنى إن أبي يريد أي يجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص اللفظة البعدها قال لا تخف قضاء حوائج الناس يؤمن القلوب قالت لا تخف نجوت فيها إعانة نجوت من القوم الظالمين الوظيفة قالت إحداهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين شعيب عليه السلام نبي فنظر إلى هذا ينفع راعدة ينفع شغال أجير لا هذا ينفع نسيب ممكن هذا يكون زيتنا في ديئنا لحمنا في بعضنا فما عرض عليه أن يعيش أجيرا إنما عرض عليه بأن يكون صهرا فجاءت الزوجة وجاءت المؤونة حبيب أخواني في الله وجاء بفضل الله كذلك المأوى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وإن أتممت عشرا فمن عندك كون هكذا أحباب أخواني في الله لأن ورب الكعبة ما عاش رجل في قضاء الناس إلا وعاش عزيزا في الدنيا ومات حميدا وبعس يوم القيامة مع النبيين ليس بكلامي بل كلام رب العالمين أيها الأعبة أختم جمعتي بحديث جامع لكل ما أردت أن أقول فيما رواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي محمد قال أنفع الناس أحبابي أخواني في الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على أخيك ممكن يكون أخوك من أبوك أمك اسأل عليه النهاردة يا رجل وجدت معه أولاد كثر أو وجدت به كرب كأنك ما تعلم كم من امرأة جارة جارة لك وهي أرملة وهي مكلومة أو رجل أجير أو رحد يعمل معك في مصنع أو يعمل معك في مطبع أو يعمل أي شيء وترى عليه من الأمور اسمع سيدنا النبي محمد يقول سرور تدخله على أخيك المسلم ثم قال النبي لئن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد النبي محمد ثم اسمع الحديث قتل لك جامع مانع ومن كتم ومن أحباب أخواني في الله كتم غضبه اسمع ستره الله ومن كزم غيظه اسمع ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ثم يختم النبي بأحلى بشرى للذين يقضون حوائج الناس اسمع ماذا قال النبي محمد ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أهيئها له أي حتى أسبتها له أي حتى أقضيها له اسمع قال النبي محمد ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يسبتها له سبت الله قدماه يوم أن تزول الأقدام أحبتي وإخواني في الله هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعيشوا على ذلك فطوب لمن فرج كربات الناس وويل لمن كان شرًا على الناس طوب لمن كان مفتاحًا للخير وويل حبيب أخي في الله إن كنت ما كنت إن كنت حرفيًا اتق الله في حرفتك واتق الله في مصنعيتك واتق الله في الأدوات التي تضعها إن كنت مهندسًا اتق الله في ما تخطط فيه وما تقول فيه ولا تبني بنيانًا عملاقًا بدون ويكون هشة وتسأل بعبين يدي الله رب العالمين إن كنت طبيبًا اتق الله في الرشدة اتق الله في كتابة رشدتك حتى لا تجامل فلان ولا فلان من أجل مصيف أو من أجل مجموعة من الكتب أو من أجل أن تسافر في مؤتمر أيها الناس هكذا أحبابي وإن كنت مدرسًا اتق الله في ما بين يديك إنما المستقبل مستقبل هذه الأمة بين يديك إن كنت إمامًا اتق الله في كلمتك اتق الله في مسجدك اتق الله في عملك إن كنت ما كنت الكل قال عنهم النبي محمد كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا سبِّت اللهم أقدامنا وانصرنا ربنا على القوم الكافرين اللهم من فرَّج عن عبادك ففرِّج اللهم عنه ففرِّج اللهم عنه ففرِّج اللهم عنه اللهم من قضى عن عبادك فاقضي له كل خير وامن عنه كل شر اللهم أعطي كل منفقٍ خلفاً واعطي كل ممسكٍ تلفاً اللهم من كان في حوائج الناس فكن معه وكله أيده بنصرك أيده بمعيتك اللهم لا تُخرِجنا من بيتك إلا بذنبٍ مغفور وبعيبٍ مستور وبتجارةٍ لن تبور من لنا خيرك فندعوه ومن لنا سواك فنرجوه اللهم من بيننا أصحاب كُربات وأصحاب زلات وأصحاب خطايا وأصحاب أمراض وأصبحها بفقر وديون يا رب من على منبر رسول الله لا تُخرِجنا من بيتك إلا وقد قضيت حوائجنا يا قاضي الحاجات ويا رب الأرض والسماوات اقضي حوائجنا أجمعين حبِّبنا في بعضنا أطر الشياطين الإنس والجن من بيننا اللهم احفظ مصر وأهلها شعبها جوها بحرها أرضغا جميع سكانها يا رب العالمين اللهم رحماك ببلاد الشام رحماك بأطفال الشام رحماك بالعراق وأهلها رحماك بأهل اليمن رحماك بإخواننا في برما وفي كل مكان اللهم عزَّ دينك في كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبَّنا فيك وأحببناه فيك ولمن علَّمنا حرفاً ابتغاوجك العظيم سمَّ الصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وأقم الصلاة